السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي نقول لكم دائما تمنكم تكونوا باخير وعلى خير بصحة جيدة معكم مطبخ وملطفي وصفة جديدة وفيديو جديد اليوم ان شاء الله جيت تقسم معكم الوصفة ديال الشيار او بوشيار كل واحد كيفاش كيسميه كجي رائعة او كما كان سميهم الفطائر الذهبية كما كتلاحظو كيجوغ زعلين وفي المتناول اي واحد ممكن يصيبهم في البيت ديالو يقدمهم الوليداتو او الضيوف ديالو يجوز وينين بزاف كما كتلاحظو شكلا واحتمى ضاقا ويلعجبوكم بقوا معي حسن الاخير نشوفو الوصفة كيفاش خدمناها والطريقة كيفاش كتتعجن هاد الوصفة نشاء الله المقادر نضيف المقادر ازلافة كبيرة الفورس وزلافة كبيرة الفينو معلقة ديال سانيدة وحضو معلقة كبيرة ديالخميرة ديالخبز وعندي الملحة وطبيعة الحال عندي المادة في اللي غدي نعجن به هاد المقادر هدي كاملين اول حاجة غنغد ديالخميرة ديالي وغنزيد فيها ديك المعالقة صغيرة ديال سكر سانيدة وغننخويع لها الماء والماء خصو يكون غير دافي مخصو يكون سخون حينتاش الميلة كان سخون كيخصر لنا يعني كيهررس لنججة ديالخميرة وغادي نحركها مزيان وغادي نحركها مزيان وغادي نحركها مزيان حتى تفاعلها مزيان هاد الخميرة وغادي نجيب دقيق اللي عندي يعني زلافة الفينو نعودها لكم وزلافة الفورس من نوعية جيدة وغادي نديرهم في العجان ديالي كيفما ممكن هاد العمليا نخدمها غايف القصرية حتى هي كتجي غير خصونا نتبعو الطريقة يعني خصوات تعجين العجين قاسح ونبقاو حنا كان دلكو حنا كررشو بالماء كان دلكو كررشو بالماء حتى نوصلو القوام اللي خصونا نوصلو لي هنا كندير القياس ديالي ديالملحة وكما عودتكم غادي ننخلط بالمدافي وبيدية باش نعرف يعني القوام اللي خصونا نوصل لي عاد غادي نعطي للعجان يدلك هنا كنزيد المغي شوي بشوي وانا كنخلط وغندير حسابي راح بقا عندي خميرة كم كنزيد المغي شوي بشوي وانا بقي عندي المغي خصونا نزيد ديال الخميرة هنا راح الخميرة ديالي تفاعلت كما كتلاحظو غادي نزيدها وغنخلط هنكمل تخليطها بيدي هنكمل تخليطها بيدي هنصافي هنا راح القوام اللي بغيت هو هدا غي كفصو يكون قاسح شوية وغن نعطيها للعجان يدلكا والعجان كي يدلك تاك نشوف الدلكات وغنقا كل مرة كنزيدها جغيمة ديال ما غي شوية ما نكبوش المغي كله دقة واحدة لا بغينا نجح لنا العملية نضغي شوية بشوية كي ما غا تلاحظو معايا في الصورة وخانا زربت لكم الفيديو لان نرا هاد العملية ديال ديال ديالي خصاع الاقل بين ثمانية العشرة دقيق و هو كي تدلك سواء كتي كدلك بيدك او في العجان هنا راح كل مرة كنزيد جغيمة الماء و كتدلك حتى كتبليت جمعات عاود ونشفات و كتشربات ديك الماء اللي عطيتها عاود كنزيد كنبقى هاكده حتى كنكمل نوصل للقاوام اللي خصني والقاوام ديال هاد بوشيار او الشيار خصو يكون يعني غادي تقريبا للعجينة ديال السفنج كيكون قريب ليها في القاوام ديالها ما كيكونش مرخوف قاعب حال السفنج و انما كيكون قريب ليه باش كي يجينا مجعب ملي كيكون كي طيب و كيجينا مهوي كي كانقولو سوف يكونوا معايا كتلاحظو العجين كيدلك وانا مرة مرة كنزيدها لقد قلت لكم مرة العملية كتتخذ العين عشرة ديال الدقائق بين ديال ديال بليك سواء في القصرية او في العجين هنا راشوفوا راسة ديالكات صافي دازلوقت نغنوري لكم القاوام ديالها كي يجي مرخوف سوف نغطيها او منديل نظيف و نحطها جانبا و نخليها على الاقل او حد ربعين ولا خمسة واربعين دقيقة لان الحال شوية سخون بيك يكون الحال بارد كنخليها كتار كنخليها سالس ساعة واربع ساعة ونص و هيك تخمر لانا مني كان بغيو نطيبوه بكان عاودوش نخمروه مرة اخرى كان نقادو و كان بدوو نطيبوه هاد الاتناء انا رادرت المقيلة ديالي كتسخن و غدي هوايا غدي نديني ديال بالزيد لانهو مرخوف و غدي نحبط هاديك العاجين ديالي غيب شوية باش ما نخويش منها اللي هو كامل باش تجيني مجعبه و غنضي رافوه هاد التبصيل او او ايناء او كل واحد بلاتو او كل واحد يستعمل ذاك شي اللي موجود عندو و غنحاول نقطعها على ستاديا الكويرات متساويين يعني غنبغي نخرج ستاديا الخبيزات نكون هم مقدرين ماشي كبار ماشي صغار كيما كتلاحظو و غنضي هنهم اصلا هنه اهنا يضيب شوية ديال الزيت و غنجيب واحد البلاستيك غذائي و غنغطيهم باش ما يضربهم شليال برد لانه يضرب ليال برد العجين ديالي كتا غدي تدير ليا دياليك القشرة و احنا فغينا عنها صافي هنا را نقلة ديالي سخنات و انا را قرست اول وحدا وعلا فكرة انا كنقرسهم بين جوج ديال البلاستيكات كيما كانوا كما عودتكم حتى في الملاوي اللي كان دير او رغايف باش كتجيني اصلا هي مرخوفة الى لقرستها مباشرة في الارض مغاديش تهزليها بزيان غادي معوجها ضروري ديك بلاستيكة كنعونو بها او ممكن اللي ما عندوش بغا يديرها فوق كاغيتة ديال المطبخته هوتي كيوفي بالغارد هناك للاحطورها بدات كتدير دوك التوقوب او كتجعب را كنعرفو ارى العملية ناجحة شوفو من الظهر ديالها كيبان وليكم دوك الفارغات هادوكرا من ضمن الناجح ديال هاد بوشيار صافي انا غنبقى هاكا غنطيب معاكم واحدة او لا جوج ونتلاقاو باش نشوفوهم الشكل النهائي ديالهم ومني كنكونو كنطيبو ما كنقلبوهش بحل سميتو سير بلاستيكة كتبالينة نفخات عاد كنقلبوها باش كتعطينا ديك الشكل ديال بوشيار اللي بغينا ها انتم انا غنوريكم راه نقرصها بين جوج ميكاس باش كتجيني العملية سهلة وكتعوني احتفل هزان مني كنبغي نهزها كتجيني سهلة كنهزها وكنقلبوهش بحل هكا كنحيد الميكا وكنهز مصاب فيها نكمل الطياب ديالي ديال الخبيزات ديالي او بوشيار ديالي هاو ما كي كتلاحظو كيجي مذهب كيجي رائع وسهل ويستحق كي نقول لكم دائما تجربة مصاب فيه كان طيبو مزجو الجيهات وكان حيدا وكان عود ندير واحدة اخرى ها هي كي يقول لكم ردائما كانستعن بديك البلاستيك اللي كان كنقرسها فيه صافيه لا كتلاحظو رابدت كتنفخ شوفو كي كتجي مني كتكون كالطيب وهنا صافي راكملتهم هما سخانين كاندهنهم بالزبدة كاملين وحدة بوحدة ورهم دهونين عندي غي بغيت نعود نوريكم يعني كالزبدة بلدية كتجي فيهم رائعة تكندهنهم بالزبدة كاملين عد كان نسقيهم بالعسل من الفوق كيما غتشوفوا معايا هنا غنجيب العسل ديالي وغنسقيهم من الفوق بالعسل وكويز داتي منعناع أو بالأعشاب كيجي رائع جدا وحتى مع كويز القهوة اللي عشاق القهوة كيجي رائع جدا بالصحة والراحة أنا شاركت معكم طريقتي أتمنى هاتعجبكم وتنال الرضا ديالكم كي كنقول دائما ونكون عند حسن الضن ولي عجبكم هاتشي كنتقسم معكم كي كنقول لكم دائما ما تبخلوش عليا بلي لايك وبتعالق واتقوا وجربوا ديروا تطبيق تبقوا وغتشوفوا النتيجة كجي رائع بزاف كما كي يبال لكم قدامكم كي شهي أنا كنقربوا لكم تشوفوه رائع ما شاء الله كي كنقولو هنا أقسم معكم واحد الوحيدة تشوفوها كي كي يجي من الداخل رائع بقي سخون شوفو كي كي يجي من الداخل مجاعد أبصحوا الرحاك كي كلكم دائما إلى فيديو قادم إن شاء الله موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة